موسيقى رجعنا معكم مشاهدينا بفقرة جديدة بنقول عادة و بنسمع الأشخاص عم بتقول كتير سهل انه مكبل لك نكتة يا ظلمي دحك الناس صور فيديو ما بعرف تكتوب شي انه يلا مندحكهم شو عنا شو عنا مندحكهم بس لأشخاص عن جد حقيقة ما بتعرف انه كتير صعب انك تركب فكرة او تاخد شي من الواقع اللي احنا عايشين فيه وتنقل هيدا الشي لتوصل ميساج من خلاله يعني لتدحك الناس او لتحط هيك علامة استفهام بطريقة مهضومة بكاركتار خاص لقلك بطريقة هيكة ما بتشبه حدا بمطرح من المطارح الناس بتفكر سهل بس أشخاص اللي عن جد تشتغل بهيدا الدمان وبتعرف قديش الكوميدي صعبة ما النهاية متل ما الناس بتشوفها بتقدر حقيقة تكون حقيقية وشفافة تكون الناس عم بتحبها بمطرح من المطارح عم بتتبعها بمطرح من المطارح قبل ما استقبل ضيف اللي معي وعرفكم على الضيف اللي معي خلونا نحضر اول فيديو من بعده نحكي عنه اياكم يارا ايه تاع شفلي عم بيصور ايه كباست بلاي ايه قالوا سعيد لايك حبيبي مش كل ما دق الكوز بسجرة وخرب البلد نزلي عالسوشيال ميديا انو انا مهاجر والبلد مش عم يثبت وانا فالي وانتبو ع حيلكون اول شي انت وحدك تنتبع ع حيلك تاني شي اذا نفكر حالك من طبع ربطة الاشخاص طبع هجرة القدمغة بتكون كتير غلطان لانو لو في دولة محترمة حيلا هي بتراح لك سعيد ما بتخليك ثاني بها البلد تالت شغلي بلدنا رح يرجع احلى من ما يكون متل من زمان 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 ما انا نرجع اول شي ع الشمعة تاني شي تنقلاتنا على الديبي تالت شغلي بالحمام جزيجي لكل مراسلاتنا واتصالاتنا اريج مرحبا اريج الحج صرتي حديث السوشيال ميديو يعني ما في فيديو بيقطع هيك الا ما الاشخاص عم بتحضروا عم بتشارك معيك عم بتتفاعلوا طريقة غريبة عجيبة طبعش كيفك؟ هو شي منيحة انا مرسي لعيلك اهلا وصهلا فيك يا عنا ومرسي عنجد حبيت كتير الانتروداكشن اللي عملتها لانه عنجد هو هيك اصعب شي انك تقدر تضحك فينا احكي لك اي قصة حزينة دراما بتبكي ممكن انك تتأثر بس انك تضحك صعب شوي يطلعوا من قلبك بتكون شغلة حقيقية يمكن او بتكون يعرف الشخص كيف متل ما منقول يستغل الفكرة بتا يقدر يوصلها للناس صح هو يعني العالم هلا بتحس انه شوي متل قرفت او تعبانة من جو البلد او المحيط اللي عايشين فيه صح بتحاول انت من قلب المصيبة اللي انت واقع فيها بالبلد تعمل شي من شان العالم يعني تتقبله بس انه تضحك يعني اذا بدك كبلاك كوميدي يعني بيسموها خصوصي عنا بلبنان ما فيش عنا اسمه بيور كوميدي بلبنان بحسب بس بلاك كوميدي لانه دايما نحنا عنا يعني وحتى الشعب اللبناني مش بس انا منحاول دايما نحول كل شي مصايب لنقلبه هيك كوميدي مشان نحنا نتقبله مشان ما نكون مزعوجين بقى بهالحياة اللي عايشين فيه لما ننزعج من القشرة عم تصير حولينا ننقلب القشرة على طريقة مسحة وضحكة مزبوط اول ما العالم تتطلع فيك يعني مجرد ما تحضر شي عم تصوريه او هيك ملفت شوي اللوك تبعك الاستيل تبعك يعني انا فيه اشخاص مبارع بحكي معهم وهيك بتانهم قريج الحج معي ضيفة يسألنا اياها بليز قصة الشعرات مقصودة او لا انا بعرف انه بس بدي منك جوان يعني لك جون اكتر سؤال يسألوني اياه انه بعدين ما بيعملوا اي كونتاكت معهم بيطلعوا بشعر ضغري بيرجعوا ايه بيرجعوا بينا انه لك انت هيك شعريك او بتعمليه هيك لا انا هيك شعري يعني انه احنا ثلاثة بانات بالبيت اخواتي انه ايه كلنا نفس الشي بس كل حدا عنده تعجد كيرلي غير عن تاني سو يمكن بحس انه الشعرات شوي انه متل مساعدين ل يمكن هيك انحفز اكتر او انه يقولوا اه هادي اللي بتعمل فيديوز او شي هيك يعني خلوا الناس هيك شوي تلتفت اكتر يعني بالبداية انه يه مهضوم ستيلة مثلا ايه صح اي صح اي صح وفردت عليهم لانه عندي كونتوني معين يعني فيه شي عم مادة عم تقدميه كاملة بمطرح هلا رق احكي عنه هيك فيه فردت على الناس انه ايه انا مش بس شكل انما فيه مضمونة معي عم تقدر تقدميه ادي كان صعب عليك انك تتماشي مع اللي عم نشوفه اليوم على السوشيال ميديا انا من يعني بلشت حب هول القصص يعني تمثيل ومسرح وهيك وقتا كنت بصف التاسع تقديبا بالبرافا وقتا خلصت ونقلت على السنوية صرت اعمل بالسنوية اعملهم سكتشات اتقلد لمعلمات هيك بس يعني بشكل ما يكون جارح يعني ما اجرحهم ولا بشي بس انه انت اقضهم او اتقلدهم بطريقة حلوة صحبوا كتير هيدا الموضوع وصاروا كلهم يقولولي انه انت عن جد حرامة تعمل مسرح بالجامعة يعني اللي بيحبوك واللي بيشجعوك لانه بتعرف بهيدا المجال كتير في غيرة يعني كتير في غيرة ومنافسة عطول سو وقتا طرحت الموضوع مع اهلي انه انا بدي اعمل مسرح تعرف كان هيدا شي كتير اوف انه كيف بديك تعملي مسرح هيدا الشي ما في منه خباز لا بديك تعملي اعملي حيالي شي تاني فوتى عالدولة مثلا وانا هول ضد عقلي يعني كانت الداعم اذا بدك لالي هي اختي كمان عالمية سلمة الحاج كانت دايما عطول بكل ستاب انا بدي اعملها هي تكون متل هيك صند لالي دايما سو فدت عالجامعة وعملت مسرح وتمثيل بابا اول شي قلت له انه خلص انا عم بعمل اخراج ان شاء الله ما يكون عم يحضر الحلقة هلا بحير يا هادرة بعدين اصلا وزا ما حادرة هلا قلت له عم بعمل اخراج بالجامعة وخلص انه انا رح سير مخرجة يعني ورا الكاميرا مش انه قدام الكاميرا وتمثيل والاخبار سو بعدين شوي شوي يعني بلشت من الالفين وستعاش عالتيفي هيك سكاتشات واخبار بلش شوي شوي يتقبل بعد فيه كتير عنده قصص انه لأ وفليز بابا وانتبهي وهيك وانا اكيد يعني ما بروح بطريق اذا بدك يمكن انا بنت مسرح وبعرف شو يعني تمثيل بس خلص انا عنده مثل خط معين انا ماشي فيه سو بعدين صاروا يقولولي قريج انه انت بيطلعوا الكلمات منيك انه بطريقة مهضومة يمكن حدا تاني بيقولها ما منتحك سو انت عم تقوليها بطريقة حلوة كتير فعملي بيج على فيسبوك وانه مشير فيها بالكي بيمشي الحال سو عملت بيج على فيسبوك اول فيديو ونزلت حسيت انه اللي عم بعمل هكي مش هالسخاف اللي انا فيها قلت لأ بدهي سكرها وخلاص وايضا سو كل اصحاب يقولولي لأ روء اوتا ولباليك والعالم انه عن جد هي اذا حبتيك كلهم رح يجول عندي سو الصفحة على فيسبوك بعد ما صلى الى تقريبا شي سنة او رح يصير الى تقريبا شي سنة صاروا رح يصيروا بحدود الاربعين الف فولوغر هولي كلهم يعني اورغانيك عالم ملاحظ هيدا الشي لانه اللي بيتابع مش بس الفيديوز مش بس الفيديوز لا ما بدي احكي عن الفيديوز اللي بيتابع يمكن بوست صورة بتحطيها صورة يعني بتعمل سكرينشوت لشغلة بتعلق عليها لما اقول يعني لما هيك وضي هيتركوا يتفوتوا على الصفحة شوفوا منليقي الكومنت بشكل رهيب يعني على الشي اللي انت عملتيله عم بتعلق عموضوع او كانت بجملة معينة او شوفوا هيدا الشغلة مسلا او لايكوا هيدا بتلاقي الناس عم بتتفاعل معك يعني احنا بنقول مسلا مرات فيه اشخاص اليوم بتقول ايه انا بيمشي حالي بالفيديوز بس اذا بنزله صورة بتلاقي ما حدا ما حدا ليكيشن انما انت بالعكس عالفيديوز العالم عم بتعلق عالبوستاتيك الخاصة عالم عم بتعلق على الصور اللي بتتشاركي معن فيها على الصفحة العالم عم بتعلق يعني لهيك اتس ريل يعني هيدا شي حقيقي اليوم ما في شرية اشخاص اكاونت او فولوورز او ما بعارف يعني كم تصير فيه كتير عالم عن جد بتشتري فولوورز وكذا وحتى يعني دغربي بينه من الفيوورز من العرف انا تركتها هيك وبقول انه انا بعدني يعني عمري 23 سنة انه تركتها هيك انه بعد في كتير وقت قدامه في كتير سنين ان شاء الله يعني انه واحد بيقدر يوصل لهو الشي حطه براسه مين هيك اليوم الاشخاص اللي ممكن التابعيوهن كمان كومدي يعني هيك بتقول انه هي مهضوم مثلا او مهضومة او ايش اللي عم يعمله حلو او ما بيعني اللي الموضوع انا كتير بحب العالم اللي هلأ عم تطلع جديد بتحس العالم اللي من قبل اكيد هن شاطرين وتركوا بصمة بالكوميدي شي كتير حلو وعندي يون دايما بتبعوهن انستا او فيسبوك او شي بس في هولي اللي عم يطلعوا هلأ يعني كيف على السوشيال ميديا بحس انه لأ هولي اكتر بينعطوا فرصة من العالم اللي طلعت على التيفي ممكن العالم زهقت منهم بمحلات اخدوا دورهم يعني بمطلع المطارح هلأ انه خلاص يتركوا هيدا المساحة للاشخاص اللي عن جد عبالة انه تثبت حالة عبالة انه تعطي شي جديد شي حلو كاركتير جديد لانه عن جد اللي بيدرس بالمسرح وخصوصا بالجامعة لبنانية لانه انا خرجت جامعة لبنانية عن جد نحنا كتير منتعب وكتير يعني منحترق لنوصل بس بدنا انه مثل فرصة او هيك شي بوش صغيرة سو لما بتزعل لما بتشوف مثلا اذا تروح تقدم عا كاستينج مش مسلسل او فين او شي بروغرام او شي انه بتلاقي انه العالم اللي مثل بلوغرز او شي على الرادي هنه بيكونوا عا السوشال ميديا او بيكونوا مثلا ملك جميل ملكة جميل طلعت وصيفة او شي انه عم ينعطولهم فرصة اكبر طب ليه في علامة استفهام هون انه لازم نحنا جيل اليوم واللي مخرجين جديد عن جد ينعطو وشي تاني فيه ناس كتير على السوشال ميديا هايدي موهبة يعني بتخلق مع الواحد هيك فيه ناس بتكون مخصة بالمسرح ولا دارسة ولا معلمة ولا شي بتلاقيها عن جد مهضومة وعن جد عم تقدر تعطيك كتير قصص يمكن انا ما قدر اعطيها اليوم الاشخاص اللي بتتابعك تقبل منا نقد بمطرح او تقيين بمحال او بتعبري انه خلص عملت فيديو وحتيته ع السوشال ميديا سكرت وخلص اريج غير متوفرة في الخدمة حاليا او بتتابع الشغل اللي انت اليوم عم تعمليه يعني اقله بالدقايق الاولى من الاشياء او كيف لما تنزل الفيديو على فيسبوك انا شخصيا بحب شوف العالم كيف بدا تتفاعل معه يعني ببالشو يجو لايك ومنشنات واخبار وقصاص سو بحب هيدا الشي بس في شغلة بتوقع فيها كل العالم يعني ميم ما كنت تكون وقد ما يكون عندك ناس بتحبك رح يبقى في قصة ثانية ما بحبوك لا سبب معي ما بعرف يمكن مثلا مجهورين مثلا يمكن مثلا انه بلقوني عن جد انا مني مهضومة لانه في ايه في كتير متل في عالم بتحبك في عالم ما بلتحبك سو انا بتقبل هيدا الشي بلاقي كتير كومنتس عندي انه انت من فكرة حالك وليه هيك عم تعمله وفي كتير عالم انه شو هالشعرات بيصيروا ينتقدوا شي ما خصوا بالشي اللي انا عم بحكي ما قلوا علاقة بالموضوع اللي قلت طارحتي او بالفيديو بس انا بدوني حطوا كومنتس بدوني جرحوا انا بدوني جرحوا انا اللي بلاقيه حاطت هيك شي بفوت بحط له رياكشن انه هاها او شي انه 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 عن جد انا تضحكت انه انت عم تحكي بموضوع تاني كليا وفي منه انه بيحطوا اذا بدك مثبات او شي بيكون ما بعرف يمكن شو عندهم مشكلة بينهي الواحد بيعبر عن بيعكس كيف هو كيف تربيته كنت دايما نقول له لالياس صديقنا المشترك انا هيك الياس نقطة ضعف وخيه بالنسبة لي له وخيه لقليه يعني كنت قل له ما تاخدوا طاعته بالاشية السلبية يعني ما تاخدوا طاعته بالامور اللي بتشوفها منا منيحة او حدا كتب جملة او حدا عطى تعبير هيدا بيعبر عن حاله عن بيقته عن تربيته عن كنت قابل لازعل انه قول انه قل له الياس انه ليك شوف شو كتبولي انه انه عن جد ازعلته هيك معقولي انه انا عن جد مانا مهضومة كنت تزعلته هو كنت يزعل كمان اذا حدا كتب له اي شيء صح فهو قل لي انه لا حبيبي خلص ترك كل شيء اذا حدا كتير دايك او كتب لك شيء عن جد مش حلو او اهانة لعائلتيك او لقليك خلص فوت اعملي بلوك وخلصنا بس انه ما تقعد تردي مع العالم ولاش بلوك 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 فهلة قبل ما فوت معيك بالاسئلة التانية عابلنا قصة المول وهيك بالجزدان والفيديو يليравствуйте جيدة سورة البصور راح نحضره هلأ وبرجع بسألك شوي هيك بعض الاسئلة عن يكن بداية كل العلم وقسالة صراحة وانا صار عندي حشرية كمانا Pulled خانا نحضر انا وياك هذا الفيديو تجي ستة تروح عشرة ترجع ترجع عشرة تروح 12 تجي 12 ترجع تنتين تروح تنتين ترجع تجي ستة تجي ستة تروح أربعة تجي أربعة تروح ستة ترجع تروح ستة تجي تسعة بعدها أخطوها بالخالص الكهبة إلا مايش الحال لكن برجع وبعد الكورن تجي فاتورة المتار 200 ألف لأ اسمحوا لي فيها تير هاي تير تير هاي قطونا إياه نص ساعة بس لأنه بلعلي الأزام فوت تحمم إذا بتريده اشتراك ما عم يحمل مش عم يحمل اشتراك نحن لو عم يكهربعك بهايدا البيت كاربا مرح تجي 200 ألف فاتورة يا جماعة علي الأزام بتكل الدفاية بتكل الدفاية بنرفع البرات بتكل البرات بتكل الدفاية كله سفاينا قاعدين هالشمعها هيدا الشي يعني الشي نحنا عم نعيشه هيدا الشي نحنا عم جد عم نعيشه لما تحضر حالي شو بتقول امرار انو بحاول انا ارجع اتضحك لشو بزا العالم انجب لن يتضحك او لا بس الفكرة هي بتجي لما بدك تنزل فيديو ع السوشال ميديا وخصوصي هلأ بدك تشوف العالم اكتر شي عن شو عم تحكي يعني انا فكرة الكهربا قد ما شفت عالم شي حطوا بوست انو مع شامعة شي قولوا الكهربا ما عم تجي شي اخطوا الكهربا وشي كذا سو انا قلت انو بدي عمللون فيديو انو عن الشي اللي عم نعيشه نحنا هلأ لانو فعلا الكهربا ما بقى عم يعني كانوا يجبوها ورواء وماشي الحال اخدوها بالخالص طيب انو عن جدر الدواء بليز لانو بدنا نتحمى بدنا نعمل مية شغلة بدنا نشف شعري ما فيني انا كنا اصعب شغلة اي اصعب شغلة انا اذا ما بنشف شعري بيبقى جمعة مثلا ماي طب كيف فلا يعني بدك تدويلهم على قصص شوي يعني مواكبينة هن يعني سؤالي مش صعب اليوم تلاقي افكار لانو دجاء نمط الحياة اللي عم نعيشه بيفرض علينا بمطرح المطارح انو هيك نضوي على بعض صح وخصوصي بلبنان خصوصي بلبنان كل يوم عندك شي جديد هلا احنا عادين بشتديو تظهر لبرة بتلاقي مثلا تصنامي طلعي تركب فيديو عساس انو تصنامي طلعي او فشأة بصلا بتصحى الدنيا بتشميس تبقى طايفة هو هذا البلد غريب عن جد غريب بكل النواحي غريب بكل النواحي غريب 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 فليش مخترت نيك نيم يعني هدا السؤال عن جد انا بحب اسأله لكل اشخاص اللي هيك اللي مقال العين كما بقوله مش انو في دعسة هيك دعسة مش عارفش ما انا عمل يعني لا تارجت تبعيك واضح مش وارك واضح وعارف شو بدك هدا اهم شيء من الاسئلة اللي بدي اسألك يا هلا ليش ما اخترت تايتل معين لبروجياتك للفيديوز تبعيك للصفحة تبعيك ليش بقيتي على قريج الحج هي بعد الصفحة من وقت ما عملتها قريج الحج من وقت ما فاتحت الصفحة كانت قريج الحج جربت ام غيرها انا يقولولي انو ما فيك تغيره ما بعرف كيف او انا يمكن ما عم بعرف غير اسم الصفحة سو قلت انا يمكن هيدا اشارة من ربنا انو اتركها قريج الحج خليها قريج الحج ولا قلت انو خليها هيك لانو شو شو ده يسير كان عبالي سميها لانو اكتر شي بستعمل اسم سعيد كان عبالي سميها انو شو سعيد او بانصوار سعيد او متل ما ببلش الفيديوز اللي لقليه بس ما حسيت هيدا الاسم يمكن كافة انو لا اسم بيج لقليه سو تركتها هلأ هيك يعني بس حلو اسمك يعني ما لحنا اخدل انك حلوة ومغضومة واسمك كتير حلو يعني لا انا عبالي غيرها مددلة لانو قردي عندي الاكاونت اللي لقليه اسم عريش صح اساسي ايه الاساسي سو عبالي غيرها انو شي تاني اسم شي تاني بس انو بعد ما ركب شي مزبوط براسة بس مش صعيد بس مش صعيد بس صعيد بس صعيد لانو كتير متضحك فكرة انو عم نسمعيك لما تقولي عن صعيد يعني بتعريب جون اكتر من مرة بكون مسلا نقول مرعة بمول او بالمظاهرات اللي كانت او شي ما بعيتولي باسمي يعني انا بعد بدي اطبع هوية على يافطة قالوا ان انا اسمي قريش مش صعيد يعني بعيتولي صعيد ببرم ايه هاي انو خلص ان عرفت باسم صعيد حتى بالكومانس بيكتبوا شو صعيد او مسلا بكون انا عم بحكي عن شي بيقولولي سعيد شو رأيو ايه لاحظت هايدي ببعض الفيديوهات وانت استعملتيا انو بفيديو انو انو سعيد شو رأيو سعيد او شو عم يعمل سعيد او شو ردة فعل سعيد يعني الناس مرات بتعطيك افكار يعني صح بتفرض عليك بالاحرى فكرة اكتر بتعطيك فكرة يعني تمشي عليا انتو ايه تنشي هيك انا يعني هيك بتناسبني لقلاقة بمشي عليا تشوف شو فينا اعمل مننا صح صح شو فيك تطلع من الشي اللي العالم اليوم عم تقدم لك لما يتلاقوا فيك الناس على الطرقات او بالسيارة بالعجقة نحنا نضع العليم بالعجقة صح نكان بالمظاهرات او كنت عم تزور شي مطرح او شو شغلة بتحس هيك الناس حشورة بمطرح بدا تسألك هيك بعض التقصير اكتر شي بيقولولي مش انت طبع الفيديو اللي بتعمليون او مثلا لنقول طبع الفيتاس مرة صورت شي انو عن الفيتاس في كتير مواضيع يعني بحاولوا يسألوني مش انت طبع هيدا الفيديو او طبع سعيد او شي سو في كتير عالم انو لأ عم بتحب يعني حسب معانا شايفة انا او العالم الي عم تشوف انو لأ النسبة الاكبر انو عم تحب انا شو عم بعمل اه وفي ناس عن جد متل هي اللي بتعتيك بوش لقدام لما تشوفها القدي انو عالم انو عم بتحبك او عم بتشجعك وتدعمك لتوصل لشي انت بدك ايه بتصير تقول لا انا انو عبالي انو اعمل هيك ليه لا انا دايما بقلهم ليش لا اعبر عمور اسأل استفيد من الاشخاص اللي حواليك وفيد اكيد الاشخاص اللي حواليك اخدوا عطا لانا رح فوت على قصة سعيد وانا نكون عم نحضر هلا الفيديو التالت لهيك شوي نعرف مين هو يا سعيد يعني لانو خلا نحضر التالت فيديو بليس ايه سعيد بوشوار حبيبي بعطتلك فويس شكلك ما شمعته ورسالة نصية مقريدة مش مشكلة ملاحقتك بهيدا الفيديو صوت وصورة بالنسبة سعيد لموضوع جزدينك يعني مش عيب الواحد ما يكون معه مصاري لكن من العيب انك تجي حمل جزدين اكاتر ملف ما بيخلص في بقلبه خمسة تاليف سبعمية وخمسين ليرة يا سعيد اللي بيشوفك عم بتفتح هجزدين بيقولوا يالك ردد كاردس رح يهروا على الارض يا الابو المنهوبي معك وكله كله هجزدين ما في بقلبه غير صرف في بقلبه صورتك قدما تكبار صورت الوالد صورت الوالدي صورت ستك توافت من 13 سنة ولد عميتك الكبار ولد خلتك الصغار عندك فطورة سوبر ماركت سكرت من 3 سنين فطورة امتي مدفوعة فطورة جيبه كهرباء فطورة جيبه مطير كارد بلكت ازني لدكتور سنين تاني كارد ب بلكت ازني لطبع البلاط رح يطلع جمل من هيدا الجزدين سعيد حمل لي هالجزدين وماشي في بها المول يعني مثل الفيتع النيابة العامة يزغر الجزدين العالم ما معه مسعرين مش معقول يعني ننشوف كثير اشخاص هيك بس انا السؤالة اليك يا عوش مين سعيد رابد عافني سعيد كل العالم عن جد بتتعرف مين سعيد وشخصيا يعني انا ما بعرف مين سعيد هو سعيد عن جد طلعت فكرة اول فيديو نزلته وقت قصة المتار وقلت له انو لو الكهرباء او لو انكهرب بعض بهذا البيت ما رح تجيب فطورة المتار هالقاد سعيد هو يعني اول شي نقات اسم سعيد لا يكون ما بدك تسمى اسامة بتابعين لديانة معينة او شي ماشي فنقات هيدا الاسم سعيد قلت بيروح مع كل العالم سعيد ايه سعيد واسمه بيدحك شوية انو قديم ايه ولقيت العالم حبت هيدا الاسم انو اتفعلت معه سعيد بالمختصر اذا بدك هو كل شخص فينا يعني انت سعيد انا سعيد كل العالم هي سعيد لانو كل العالم عندها مشكلة او اذا بدك سعيد اذا بدك هو اي مواطن لبناني موجود فهدا هو سعيد بس كدنا عم نحضر الفيديوز اللي قطعوا يعني كذا فيديو في حدا عم بيقلي انو مش صوتيك صوت المصاري اللي عم بتطلع تحكي على الفيسبوك سير جيروم لا لا ابدا يعني بعتولي كتير هيدا ويقلولي قريج هيدا انت يا عم لا مش انا يعملولي منشنز على انستا يبعتولي كمان على فيسبوك انو هي كتير مهضومة اول شي مش انا يا جماعة فهموا انو مش انا هيدا الشي انا اصلا انجلش ادوكيتد مني فرنش ادوكيتد انا عن جد ما خصني فيها وبتمنى انو ما بعرف اذا هو الشاب عم يعمر صوت بنت ولا هي بنت عم تكبر حالة شوي بالصوت ما بعرف هلا مش عنا نحكي عن الموضوع قدرنا نعرف شوي تفاصيل بس هي عن جد مهضومة بس هي كتير مهضومة اي عن جد مهضومة بس انو كتير انت يعني اللي بيسمعك لكنة لكنة صحيح الطريقة اللي بتحكي فيها اول سؤال بيسأله يهي عرفناها انا تعطي كم حدا عمالي سكرينشوت للفيديو والشامعة والكهرباء وكذا فيديو اصلا انا هيا 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 قريب يا عم صرت بدي اسأل يعني لا الياس قال لي يا عم تحكي انجلش البنت ما بتحكي اي صح هيا 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 ه اتخرجت جديد من المسرح. عبالي اعمل بلقي ناكست تير شي خاصه بعلم النفس انه بحب مع انه كل العالم عم بتقول لي لأ وبتتعقد دي وبتتعقد دي. صو بحس انا هول الاختصاصين مع بعضهم كتير بيكونوا حلوين. صو يمكن عندي هيدا الشي عم نشوف هلأ بكذا محال تعرف انه كاستينجز وخبار وهيك. لا علا وعصى يعني يثبط شوي وضع هيدا البلد كمان لا يعطونا فرصة كمان. صح. يعني ممكن نشوفك بمطرح من الوطارح ببرنامج على اليوتيوب خاص للك. البرنامج. مش بس فيديوز يعني بروغرام معين. او عم بتكوني مع شخص تاني. يعني عم جرب مرقلك ياه شوي. شخص تاني. لا ايه انا شخص تاني ياه بدي كنا عم يضحك بالذات يعني. فممكن نشوفي كاك يعني. كذا مرة قال لي الياس انه انه عبالنا نعمل انه شي هيك على يوتيوب. وكذا حدا بقى لي انه افتحي يوتيوب. اهلا. ما انا بدي اسهلك انه ما عندك يوتيوب. اه ما عندك يوتيوب لانه بحس انه يمكن شوي بدك مع العالم لا تفوت تعمل سبسكرايب. وبتعرف هلا كل العالم يعني انستا وفيسبوك وتويتر خلاص انه شي ما عجبهم بيعملوا سكيب. بس لا تبعت اللينك لحده وبيس فوتا اعمل سبسكرايب بده يعني بده شوي. بس يمكن لو بتعمل هيك مثلا شي بروغرام ما حدا بتكون عندك مثلا شي معين كل يوم شي او مرة في الجماعة. يمكن بتحس انه لا العالم طير تنطر لانه الياس عنده عالم يحبه. وانا كمان انه عالم يحبنا. وهكي فيه هيكي فيه طريقة بين بعض يعني مهضب. اه كتير فيه كامستري. كامستري هالكلم اللي كتا عم جرب. فيه تناغم يعني حلو مميز. مازبوط. بعرض قدي بيحبك. اه انا كتير كتير بحبه عن جد. ومحبه حلوه المتبادلة بين بعض يعني. انا بدواجه تحييه الى الياس كمان. بدواجه تحييه اليك بده اشكرك على حضورك. مرسي كتير جون لألك. وعلى الطريقة اللي ما كان في حواجز. يعني لما اتفقنا معي وحكينا وقلتلك بليز عبالي. هيك هيك القصة وحابب. حلو هيكي نكون اشخاص شفافين. طبعا. بقلب حياتنا. نكون حقيقية. صح. عن جد. اهم شي تكون. تكون الاشخاص عن جد حقيقية. وتكون شفافة بالتعطي مع. حيالا حدا بتتعطي معه. كما اهلك مع اصحابك. لانه هيدا بس تبطل واحد هيك شفاف. صعب كتير انه تكون. رفقة معه. او تبني علاقة. شو ما كانت معه يعني. مية بالمية. اريج الحج هيك للناس. تتابعك اكتر عبر الفيسبوك. تتابع الفيديوز اللي عم تنزليون. تتابعك الاخبارك. انا بداي تشكر حضورك. مرسي انا كمان بتشكرك جون. مرسي كسي. يعطيك الف عافية. وإلى النجاح. النجاح الدائم يا رو. مرسي إلك كمان. الاسبوع الماضي بختم اكيد حلقتنا اليوم. الاسبوع الماضي طرحت عليكم سؤال. والسؤال كمان تشاركت فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان سؤال رح ارجع عيده. شو شهادة تلاميذ المسيح. كثير من الاشخاص جاوبوا. كثير من الاشخاص بعتوه لريبلاي على الفيسبوك عندي. على البيج وان كان على الفيسبوك الخاص طبعي. واسئلة واجوبة وطالعة ونازلة هك. ولكن شهادة الليهوت للتلاميذ كانت يسوع. يعني هو كان الشهادة هو كان الاختبار هو كان الحقيقة هو كان الطريق. فمنكتفى انه عن جد نكون متمسكين بيسوع. نكون اصدقاء مع يسوع. متل ما بتقول تراز الطفل يسوع. لانه صدقتنا مع يسوع بتثمر ثمر جيد. واستسلامنا ليسوع. الاستسلام هو ثمرة الحب. متل ما بتقول كمان تراز الطفل يسوع. لهيك هذا هو الجواب على السؤال الاسبوع اللي كان الاسبوع الماضي. اما السؤال هيدا الاسبوع. محب اسألكم هيدا الاسبوع. ليش مريم كانت الامرأة الصامتة بالعهد الجديد. امرأة الصمت. امرأة يلي حكيت ببعض المحلات يعني. ببعض المواقف هيك قدرت تعطي رأيها. تعطي ردة فعل. تعطي فكرة معينة. توجه البوصلة. ليش مريم كانت الامرأة الصامتة. وشو لازم نحن نتعلم من مريم مريم الصامتة. مريم الأم المرشدة المعلمة. مريم التلميذة الأولى. بدي انتر منكم كمانا هيدا الاسبوع. انه تكونوا عم تتشاركوا معنا. على كل وسائل التواصل الاجتماعي. اللي تجيبونا على هيدا السؤال. ويعطيكم العافية. أنا بتشكركم. بتشكر كل الأشخاص اللي تبعتنا وحضرتكم. نتلاقي الاسبوع الجاية. إذا قال الله راد. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة